كلام كتير بقى حول كاس العالم في أمريكا وكاس العالم للأندية وكصص وحكايات يعني عندنا كاس عالم أندية في أمريكا وعندنا كاس عالم كبار منتخبات في أمريكا الوضع يبقى عمل إزاي والحكايات عاملة إزاي في أمريكا منتخب الأمريكي نفسه كل يوم يتطور عن اليوم اللي قابله معايا عبرزوم الآن جريك برهالتر المدير الفني السابق لمنتخب أمريكا منذ أيام قليلة كان مديراً فنياً للمنتخب الأمريكي وحالياً لنادي شجاخه فاير معي عبرزوميا فاندم مشرف ومنور سعيد جداً بتواجدك معي على التلفزيون المصري برنامج رقم 10 بالتأكيد ده سألك الأول عن المنتخب الأمريكي نشاهد تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة حول المنتخب الأمريكي ومشاركته في كثير من البطولات المختلفة والوضع جيد أعضاك في الفترة الحالية ما هو سر التقدم الكبير اللي شاهدوا المنتخب الأمريكي في السنوات الأخيرة حقيقة احنا تعلمنا كتير من الماضي حقيقة احنا تعلمنا كتير من السنين الماضية وقبنا واللعيبة يعني طلعنا لعيبة صغيرة كتير ودلوقتي حالياً بيلعبوا في المنتخب وطبعاً الفريق التحسن بشكل أكتر أمريكا على وشك استضافة كأس العالم وكأس العالم للأندية استضافة البطولات الكبرى دي يفرق ديه مع كرة القدم الأمريكية بشكل عام طبعاً 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 أنا أنا شايف إن ده هيبقى حاجة عالمية العالم كله هيتفرج عليها أمريكا مش يعني بلد بلد مش من سياسية فقط لا هي بلد رياضية والعالم كله هيتشوف ده الدول الأمريكي أو كرة القدم الأمريكية كانت تشهد كثير من أساطير كرة القدم في العالم الدول كان بيلعب فيه وفي الأندية عدد كبير من الأسماء الكبيرة لماذا تراجع الدول الأمريكي في استقطاب النجوم الكبيرة في العالم زي السنوات الماضية الحقيقة أنت عندك حق إفداء وأنا شايف أني برضو أننا هتكلم على مثال على محمد صلاح أنا شايف أن محمد صلاح ممكن يبقى إضافة كبيرة جداً في أمريكا ولكن أنا شايف أنه حالياً مركز في ليفر بول وشايف أننا عندنا حالياً لعيب زي لينو ميسي لينو ميسي هو بالنسبة لنا حاجة أسطورية وهو بيفرق كثير معنا في الدول الأمريكي حبيب محمد صلاح يبقى موجود في نديك في المستبل قريب أو بعيد؟ طبعاً ده تبقى حاجة جميلة أنه يظهر في الدور الأمريكي فقط لأنه ده كمان مش هيبقى قويس في الملعب قد ما كمان العالم كله هيبدأ يتفرج على الدور الأمريكي زي ما العالم كله بيتفرج على الدور الإنجليزي دي لوقتها شايف محمد صلاح أريد أن أسمع رأيك بقى بصفتك مدرب كبير عن محمد صلاح وما سرته في كرة القدم العالمية نحب أن أسمع رأيك هنا في مصر بالنسبة لي محمد صلاح هو حد عالمي يعني بدأ حياته بطريقة صعبة وفي الآخر قدر أنه يثبت لنفسه وقدر يثبت للناس كلها أنه هو حد قوي جدا مش بس للعالم ده هو كمان بيسبب صعبات جمدة جدا للمدفعين في العالم كله عايزة لك على بطولة الكاس العالم الأندية اللي هتقام الصف القادم إن شاء الله إيه رأيك في النظام الجديد لبطولة كاس العالم الأندية مع كثير من الاعتراضات في دوريات أوروبية ومدربين ولعبين أوروبيين على إقامة البطولة بهذا النظام في الصف القادم عن الفيفا والكوب؟ نعم سير ده مثال يعني مثال من الحاجة اللي هي تبدأ يبقى فيها تطور فأنا شايف إن ده تطور ممتاز إنه ينضم للبطولة فرق كتير عشان يبقى فيه اختلاط ما بين اللعيبة واللعيبة تعرف تتعلم من بعض نشارك من مصر في هذه البطولة عن قارة أفريقها النادي الأهلي وننتظر تشجيع كبير من الجماهير الأمريكية الأهلي فريق كبير والأهلي مشهور جدا في مصر بدون منافس فأنا مش هتكلم كتير على فريق لي شعبية عالية جدا بدون منافس وطبعا مصر بتشرف في أي بطولة بتقدم فيها في السابق درب في مصر مدرب أمريكي كبير هو بوب برادلي هل تنظر إلى كرة القدم المصرية بشكل جيد هل ترغف في التدريب في مصر في المستقبل طبعا أنا شايف إن فيه لعيبة صغارين في السن كويسة جدا وشايف إن مصر حاليا بتصدر لعيبة كتير جدا أوروبيا وفي الدورة الإنجليزية يعني الأول مكونش ممكن نسمع عن دا ولكن حاليا دا بيحصل أنا أشكرك شكرا جزيلا جريك برهاتر المدير الفني السابق لمنتخب أمريكا والحالي النادي الشيجاغو باير كان لقاء عبر زوم مع مدرب جيد جدا